موسيقى رجعنا لكم مشاهدين بعد هذا الفاصل تعمل إمارة الشارقة جاهدة لإزالة العقبات والصعوبات التي تواجه أبنائها في مختلف المجالات منها مجال التعلم ومركز الشارقة للتعلم أحد الجهات التي تأسست العام الماضي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم مشاهدينا بنصرط الضوء على هذا المركز وبرامجه الجديدة من خلال حديثنا مع الأستاذ هنادي عبيد سويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم صبحت الله بالخير أستاذ هنادي أهلين هلا صباح يا مرحبا بابتو شرفنا أكيد بتواجد سليوم معنا في صباح شرية وأنا شرفني وجودي معكم طيبا في البداية نتكلم عن أهمية هذا البرنامج في التعليم البرنامج اللي نطرحه حاليا هو برنامج تدريب للمعلمين والاختصاصيين في مجال صعوبات التعلم بالتعاون مع كلية بيكن فلوريدا نعم نحن عملنا اتفاقية بعد زيارات من قبلنا قامت الشيخة جميلة مدير مدينة الشارقة الخدمات الإنسانية والمدينة هي تشرف على مركز الشارقة للصعوبات التعلم بزيارة لكلية بيكن في العام الماضي وبعدها صار زيارة من رئيس الكلية لمركز الشارقة للصعوبات التعلم والمدينة وكان نهاية هذه الزيارات نقمنا بعمل اتفاقية نقوم من خلالها لعمل برامج تدريبية للمعلمين والطلبة نعم وطبيعة هذه البرامج كيف تتم من خلال هذا المركز من خلال زياراتكم إلى المدارس المختلفة الاختصاصيين أو حتى المشرفين على مثل هذه البرامج لا هو برنامج تدريبي يساعد المعلمين اللي يعملون مع ذوي صعوبات التعلم في كالفية إعداد البرامج الخاصة فيهم في تعزيز أهمية اندماج الطلبة توعية المعلم بطريقة أنه يفهم الطفل اللي عنده صعوبة تعلم ذاته وكيف يتقبل مشكلته فهي من أهداف البرنامج الحالية نعم دمج الطلبة بعد كيفية طريقة الفصول أدو استراتيجيات التعليم لذوي صعوبات التعلم نعم أهمية مثل هذه البرامج أستاذة هنادي مهمة جدا لأنه تعطي وعي للمجتمع وللمعلمين خاصة نعم لأنه طالب صعوبات التعلم طفل طبيعي صحيح عنده مشكلة أكاديمية نعم محتاج بعض الأدوات اللي تساعده أنه يتخطى هذه المشكلة نعم ذكرتي أنه مهمة جدا للمجتمع أهميتها للمجتمع مبادراتكم بالنسبة للمجتمع نحن في المركز نقوم بتوعي يعني أهدافنا مختلفة من كانت من معلمين اختصاصيين في صعوبات التعلم نعم وأولياء الأمور نعم فنحن نقوم ببرامج تدريبية للمعلمين والاختصاصيين نقوم بمحاضرات وبرامج توعية جميل لأولياء الأمور جميل طيب لنتكلم عن الصعوبات وأبرز الصعوبات التي يمكن تواجهكم في هذا المجال أو في التعليم كيف يمكن سلطون الضوء على هذه الصعوبات من خلال برنامجكم؟ نحن نقوم في المركز بتقييم وتشخيص الطلبة اللي مثلا يا أنه ولي الأمور شاك في أن ابنه عنده صعوبة التعلم أو أن ممكن المعلم في الفصل لاحظ بعض بوادر صعوبات التعلم فحول الطالب لدينا صعوبات التعلم إذا بنتكلم عنها اللي هي الصعوبات العالمية هي فرط النشاط وتشتت الانتباه أو صعوبة القراءة والكتابة والحساب نعم وأكيد هناك نوعيات مقدمة مقبلكم من خلال هذه الخدمات مشكورين نوعية هذه الخدمات التي تقدم للطلباء المنتسبين في هذا المركز غير التقييم والتشخيص نحن نقوم ببرامج علاج الوظيفي لأنه ممكن تكون في مشاكل في طريقة مسك القلم أن الطالب لا يمكن أن يمسك القلم فهي ما أدى إلى وجود مشكلة عنده أكاديمية فإحنا عدنا علاج وظيفي عدنا علاج نطق إذا في مشكلة في النطق عدنا برامج تعزيز المهارات الأكاديمية حلو إحنا هدفنا مكمل للمدرسة يقوم المركز بعد التقييم والتشخيص بعمل خطة فردية لكل طالب ويشوف شو احتياجات الفردية لأنه لازم نؤمن أنه فيه فروق فردية في التعليم صحيح طيب يعني أنت ذكرت أن تعاونتوا مع بعض المدارس لنجاح هذا البرنامج وإيضا تسليطوا على بعض الصعوبات التي يمكن تعالجونها من خلال هذا البرنامج ولكن خبرين عن دعم وتعاون بعض الجهات معكم في إنجاح هذا البرنامج ومع المركز أيضا طبعا لا ننكر دور وزارة التربية والتعليم لأنها هي الأساس في هذا كله نعم فإحنا نشكر يعني أنا من هذا من قناتكم هنا أشكر وزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة التربية الخاصة لرعايتهم للبرامج التدريبية التي نقوم فيها في المركز نعم نزل أستاذ هنادي لو تكلمين عن أنواع صعوبات التعلم اللي موجودة عندكم في المركز أكيد هناك أنواع مختلفة منها ذكرتها قبل شوي هي الصعوبة التي تكون تشتت انتباع الانتباع وفرط النشاط ممكن ساعات المشاكل للعلاج الوظيفي والتآذر الحركي وصعوبات الأكاديمية التي تندرج تحتها صعوبة القراءة صعوبة الكتابة وصعوبة الحساب كيف قدرتوا توصلون لكل هذه الصعوبات وأيضا قدرتوا تلامسونها وتعالجونها في نفس الوقت؟ هذه صعوبات عالمية هذه مذكورة في كل الكتب هذه هي المسمى العالمي لهذه الصعوبات وهي موجودة في الطالب ونرجع نقول أن طالب صعوبات التعلم طفل عادي لا يوجد أي إعاقة لا ذهنية ولا بصرية ولا أي مشكلة ثانية بس يواجه مشاكل أكاديمية من خلال طريقته في التعلم نعم ولمن الحين للمشاهدين لمن يرغب أن يلحق أبنائه في هذا المركز طريقة التسجيل الشروط أستاذ هنادي أولا الطلاب اللي ممكن يتحولون لنا إذا كان فيه عندهم شك من ولي الأمر أو من المعلم يعني تكون إحالة من المعلم أنه عنده مشكلة في صعوبات التعلم نعم صف أقل عن صف ثاني و ثالث يعني هو يبتدي صعوبات التعلم بعد السن السادسة أنه ممكن أنت تكون عنده يكون مبادرة في صعوبات التعلم أو سمات صعوبات التعلم نعم ممكن يتقدم عندنا في المركز منطقة القوز في إمارة الشارجة نعم ونعطي تسجيل استمارة حالة يكون فيها سجل كامل ومعلومات يقوم ولي الأمر والمعلم بعملها ومنها بعد فحص نظر وفحص السمع لأنه إذا كانت فيه مشكلة في السمع معناه انتفى وجود صعوبات التعلم نعم يعني تخطو من عمر 6 سنوات تقريبا هو بين الخمس سنوات و 6 سنوات لأنه هذا الوقت المثالي الذي يمكن الواحد يسوي تقييم صحيح لصعوبات التعلم جيد ممتاز نزيل قلتي من عمر 5 سنوات ل 6 سنوات إلى عمر أي عمر أستاذ هنادي إحنا ما حددنا لأن هذه مشكلة ما تختفي هذه أنت تعطينا الطالب مجرد أدوات تساعد أنه يتعايش مع مشكلته فالطالب خلاص هذه مشكلته هو عارف أنها ولازم يتعايشه إياها ممكن تروح معاه في عمله في الجامعة فلازم يتقبلها ولي الأمر بعد مهم أنه يتقبل مشكلة إذنه صحيح وهل هناك في منهج من قبلكم أستاذ هنادي من خلال التعليم التدريس لا نحن لا نعمل منهج نحن نعمل منهج نحن نعمل منهج منهج الوزارة التربية والتعليم من خلال لغة العربية ولغة الإنجليزية والرياضيات نحن نعطي المهارات اللي هو يحتاجها في أي منهج يعني اللي واحد يحتاج أنه يقرأ لغة عربية شو المهارات اللي أنا أعطي إياها أنه تساعد على القراءة في طرق معينة مثلا أنا ما أقدر أشمل كل شيء مثلا إعطاء الطالب الحروف بالألوان يعني الحروف الأولية من الكلمة أو الحروف الأساسية إذا بعلمه حرف الألف أعطي حرف الألف مختلف هو يشوفه بلون مختلف على أساس أنه في طرق مختلفة ثانية هو الطالب ما يقدر يقرأ مثلنا جملة صح فهو يشوف الكلام متفرق أو متوزع إذا بيقرأ كتاب اللي عنده مشكلة صعوبات التعلم ممكن يقرأ الكلام مقلوب نعم إحنا ما نعرف بس هو إذا أنت بديت تتكلمين ويا بيقول لك هالكلام أنا ترى ما شوف الكلام إحنا أنا الناس الطبيعيين بيشوفونا جملة عادية هو يشوفه لا هو كلام فوق كلام تحت جميل ففي طرق معينة أن يحطوهم مثلا شفافيات شفاف أخضر أو شفاف أحمر يساعد الكلام أنه يتكون فبهذه الطريقة الطالب يقدر يساعد هاي مهارات الطالب لازم يكتسبها وإحنا هاي المهارات اللي نعطي إياها أنه بعدين يكمل حياة الأكاديمية والعملية طيب يعني أخيرا كيف تشوفون النتائج على هؤلاء الأشخاص كيف ترون أن بعد معالجة أو ملامسة هذه المشاكل وهذه الصعوبات كيف ترون تحسنها؟ هي بعد الخطة الفردية في أهداف للخطة مثلا أن الطالب والله استطاع أن يقرأ يعني خلال فترة معينة مثلا ثلاثين جملة أو ثلاثين كلمة أهداف ممكن تحقيقها ويتم قياسها خلال مدة زمنية معينة إذا صار أنه فيه تقدم خلاص تتكمل الخطة الفردية بنفس المستوى إذا صار أنه لا الطالب محتاج تكثيف أكثر مثلا اكتشف أنه عنده مثلا خلال الفترة والله عنده مشكلة في النطق فيتم إضافة مثلا جلسات نطق إذا صار أنه والله اكتشف أنه ممكن يتكون عنده مشاكل سلوكية يتم إضافة الجلسات السلوكية في هذا الموقع نعم هذه الجلسات أستاذ هنادي هل لها أيام معينة أو تاريخ معينة أم مثلا أي مشترك أو منتسب بإمكانها بأي وقت زيارة المركز وأكيد الاستفادة من هذه الجلسات هي ممكن الاستفادة من أي حد من هذه الجلسات بس نحن نجدولها يعني على أساس أن جميع المنتسبين للمرء يستفيدون نعم جميل نعم إذا كلمنا عن الحملات الإعلانية الإعلامية مقبلكم كيف تروجون لمثل هذه الدورات أو هذه البرامج أستاذ هنادي نحن حاليا هذا كان برنامجنا الأول بهاي المستوى بعمل اتفاقية مع كلية بيكن فصار ترويج عن طريق التلفزيونات والإعلانات في الشوارع وطبعا التواصل الاجتماعي أستاذ هنادي عبيد سويدي مدير مركز الشارق للصعوبات التعلم شكرا على حضورت اليوميان برنامج صباح الشرقي ويعطيكم العافية على هذه الجهود الجبر في حقيقة المقدمة لها أولا الفئة شكرا على استطافتكم مواقصت إذن مشاهدين صباح أمس كان لوزير تطوير البنية جولة في المنطقة الشرقية افتتح من خلالها طريق كلباء الدائري وعددا من المشروعات التطويرية الجديدة تفاصيل أكثر في هذا التقرير مشاهدين خلونا نتابع ضمن تفقد بعالي الدكتورة المهندس عبدالله بحليف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية والوفد المرافق للجولة الميدانية للمشاريع الحيوية القائمة في المنطقة الشرقية ومن ضمنها افتتاح مشروع طريق كلباء الدائري كما أطلق مشروع شبكة الطرق في الساحر الشرقي خرفكان الغربية الدائري وعددا من المشاريع التطويرية التحتية والمرافق المخصصة لها تضمن مشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة في الفجيرة بمركز خطم الملاحة وطريق كلباء الدائري بالبدء باستخدامه من قبل المركمات كما وجه معاليه باستكمال المراحل اللاحقة بالمشروع والتنسيق مع حيئة كهرباء ومياه الشارقة لتوصيل التيار الكهربائية للطريق لتسهيل الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية لمستخدم الطريق وتخفيف الإزدحام المروري أيام المناسبات والأعياد كما تفقد معالي الدكتور المهندس عبدالله بحليف النعيمي خلال جولته على مجموعة من المشاريع التطويرية للبنية التحتية وبعض المرافق كالمدارس توقف معاليه لتجهيزات استقبال الطلبة والمركز الثقافي والتي تم صيانتها من قبلهم كما أشاد معاليه على التقيد بالانتهاء من المشاريع بالوقت المحدد مؤكدا على ضرورة تنفيذ المشاريع الحيوية بما يتناسب مع المنطقة وامتدادها الاجتماعي وبهدف توفير مقاومات العيش الكريم والحياة الحضارية للمواطنين والمقيمين على أرضها طبعا مشاهدين كانت هذه الجولة أمس زار وزير البنية التحتية عدد من الشوارع والأماكن الموجودة في المنطقة الشرقية ومنها وافتتاح أيضا شارع كلباء الدائري مثل ما ذكرنا عمر اليوم الصبح للاستفادة أكيد تسهيل حركة السير والمرور في المنطقة الشرقية ومشاهدين ما بنطلع من إطار منطقة الشرقية وفعالياتها المستمرة ألحب ننتقل إلى المدينة الفاضلة وبنتعرف من خلال تقريرنا التالي على فعالية جلسة القيم الأخلاقية اللي أقيمت للطلب المنتسبين لبرنامج الشرط الصغير خلونا نتابع نظم مركز التنمية الأسرية فرع دبل حصن صباح أمس فعالية بعنوان جلسة القيم الأخلاقية الشرط الصغير بدبل حصن بالتعاون المستمر مع القيادة العامة لشرطة الشارقة والهادف إلى نشر الثقافة الأمية وبناء علاقة متميزة تتسم بالتعاون والمحبة بين الشرطة وطلاب المدارس زيارتنا اليوم كانت جدا جميلة التقينا بعدد من الأطفال في مراكز التمية الأسرية من خلال المركز الصيفي تم تقديم عديد من النصائح والإرشادات التي تهم الطالب وكذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد وفي نفس الوقت نتمنى طبعا من الأطفال اللي كانوا موجودين معنا نقل الرسالة اللي سمعوها اليوم أو التوعية اللي يخذوها تصل إلى أهاليهم في المنزل لكي نكون فعلا في دولة الأمن والأمان دولة العطاء دولة الإمارات تقدم شخصية الشرطة الصغيرة والتي يمثلها المساعد أول عبداللطيف القاضي من إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة وتحرص الشخصية من خلال توجيه الرسائل للطلاب المدارس بطريقة سلسة تمكنهم على استيعابها وتعزيز حسهم الأمني والتي تتمحور موضوعاتها حول السلامة المرورية العامة وعلى سلوكيات الطلاب داخل وخارج المدرسة إلى جانب مشاركتها في العديد من المناسبات الثقافية والاجتماعية والتوعوية التي تقام على مستوى الدولة مبادرة أجيال تختص بزرع القيم الإيجابية في نفوس النشأ وتبني هذه وتحفيز أولياء الأمور لتبني قيم التعاون والمساعدة والإثار في نفوس النشأ لإرساء منظومة القيم والتربية وطبعا من أهداف هذا المخيم نحن عندنا تحسين الوعي الأخلاقي لدى الطلبة والطالبات وغرز القيم الإيجابية في نفوس النشأ وبالإضافة إلى تنمية المهارات الحياتية والمهارات الإدراكية والمعرفية والاجتماعية في نفوس الطلبة والاستفادة من أوقات الفراغ تضمن البرمامج المواضيع التي تشرح كيفية الجلوس المناسب داخل الحافلة المدرسية والصعود والنزول منها بطريقة سليمة تفاديا لحوادث الدهس والسير بالإضافة إلى موضوع أهمية اختيار المناطق الآمنة للوقوف وتطبق نظام القاعدة الذهبية إلى جانب تقديم عددا من المواضيع التي تهم البيئة المدرسية حياكم الله طبعا المشاهدين من بعد هذا التقرير أمانة نحن نلامس مبادرات وبرامج توعية في هذا الموضوع لأطفالنا وكيفية الجلوس في باص المدرسة وأيضا الأمور الأخرى التي يحتاج لها أطفالنا بأنهم يتعلموها في هذا الوقت وأيضا في المستقبل حسنا الآن سنخرج معكم إلى فاصل قصير أكبر رجعي أن نستكمل معكم جولتنا الصباحية فخلكم مالا ترجمة نانسي قنقر